في الولايات المتحدة الأمريكية وبالضبط في ولاية ميريلاند ونهار 12 مارس 2011 واحد السيدة كان جاءت تفتح المحل ديالها اللي كان في الحي راقي وفي وسط المدينة كيتباع في غير الماركات العالمية وجاء انفاس معه واحد المحل للأبل كانوا قدامه كالناس كتسنة والنوبة ديالهم رأيتها ميحل المحل هذه السيدة كما قلنا جاءت من الصباح للاسم ديالها ميشيل وهي المديرة تعد المحل للاسم دياله لوليمون ومختص في بيع الملابس الرياضية جاءت تفتح المحل كتفاجئ بأنه محلول قالت معها وقيلها شي واحدة من اللبنات نسيت البرح محلول حيث هذا المحل يخدم فيها 4 لبنات جوج بنهار و جوج بالليل و جوج بالليل لا يخرجوا من المحل حتى يسدوه ويقضوا الكيس ويرجعوا للملابس الأماكن وينظفوا المحل اللي يخرجوا المهم دخلات تفاجئ بأن المحل مقلوب سفاعل علىه مرون بالصح السلعة طائحة وتم تلفازة طائحة في الأرض ومهرسة تجري للاكيس تجري للاكيس تجري مصروق خرجاتك تغوط للزنقة شاهدتها واحد سيد من الناس الذين يتسنوا النوبة لهم لم يحل المحل الأبل قال لها مالكيس توقع لك عودت لها شاهدت الداخله أنها تسرقاته مرون المحل عرضت على المساعدة ويدخلوا بها المحل أو ثاني ما الذي يدخله بقى يقلبه مزيان حتى يمشوا الجهة السلعة متقبله تأتي مديره من المشاهدين ستأتي المديره وطائحة وسط الدم هنا لا تستقبله المديره وخرجتك بطريقة هنا يقلب وتقلب الأثار ويجدون المخرج للطوارئ بعض التلفون لبقاء السلعة واحد يتضار صوت ويتبع هذا الصوت من جاي ويلقاه في المرحاض واحد البنت خرب مضربة جيدة والدم يخرج منها ولكن بقى حية ولكن مكثفة من يديها ومن رجليها هنا يتصل على البوليس الفور الذي جاء في هذه الساعة لا يشال القدرات أن نتعرف على هذه البنات اللي هم مختامين عندها واحدة اسمتها بريثني و واحدة اسمتها جينا جينا عدها تدوشلين عام و بريثني عدها تلاتين عام قدرهم بالامبلانس بيطار هذه جينا للأسف توفيت و هذه بريثني قدروا أنهم يعطقوها ولكن وقتها عطقوها لم يقدروا أنها تخيل ذلك اللي يوقع عليها وشنو شافت في ذلك الشيء لم يقدروا أنهم يستجبوها في ذلك البلاسة قدروا أنهم يجيبوا له واحد طبيب نفسي مرافق لها حتى تهدنات شوية ولات بخير اللي جاءوا البوليس باش يحقوا معه قلت لهم هذه بريثني اللي فاقس ملغيبوا بديالها أنها نهار وقوع الجريمة سالة والخدمة كما العادة سدوا المحال عليهم من داخل ما تسعود الليل وبقائوهما في المحال لديهم الميناج قدوا لعكيز ستفوا السلعاء نظفوا وكل شيء المهم رجلوا الأمور كما هي عليها وخرجوا من اللي خرجوا بجوجة هذه جيناة ومشاة الطانوبيل وهي بريثني ومشاة تأخذ الميترو ومشاة تأخذ الميترو وتفكرت بأنها نسيت الساك في المحال والساروس يكون على جيناة لذلك قلت لهم لحقتها بالزرباق لكي لا تدمارين بطانوبيل وتمشي في حالتها أعتقدتها في آخر اللحظة قلت لها لا يجب أن يخير لا يرجع معي المحال لنأخذ الساك لننسيسه بفعلا الناس جيناة بجوجنا ولكن لا دخلنا من الباب الرئيسي دخلنا من الباب الطوارئ ولكن من الخلف عندما دخلنا بجوج قلت لهم نسينا الباب الطوارئ محلول لا نسيناه من الداخل دخلناه محلول ونحن داخلين لنأخذ الساك دخلوا لنا واحد جوج مولد تامين لا يستطيع الوجهة لهم تعدى وعينها بالعصاق صافي هذه ضربوها وأنا ضربوني مع قلش على رأسي تلدى بصافي هنا سيارات الحضرة هذه بريتني ونحن نرى المسرح الجريمة ونرى الأدلة التي تلقى البوليس والذي من خلالهم سيبحته من الذين دخلوا البوليس للمسرح الجريمة واللقاء جيناة طيحة ومطعونة عدة طعانات وتصبح في واحد تهدم لقاءوا بأنها مطعونة كثرة من 331 طعنة وهذه عادلة ليس طبيعية لأن الشفار الذي يريد أن يصرق سيضرب البنت يدوخها ويقلبها وسيصرق ويصرق لخاطره ويضربها 331 طعنة هذه 331 طعنة تدل على الانتقاب يعني السيد لا يأتي على أساس السرقة فقط وإنما ينتقب من هذه البنت بالذات وحاجة أخرى ألقى وفوق هذه جيناة كلامونات وسياروت المحل وعدة المحل يعني واحد الباليزة هذه المعدات كلامونات مطرقاء سوارت كبار هؤلاء المحل كانوا مخبئين في واحد القنت يعني فيما يريد أن يقضوا غارات في المحل يصابوا شيئا يستعنون بها هنا هذا المجرم لا يأتي مع العدة استعنى غير هذه العدة هي التي يقصل بها الضحية يعني هنا البوليز بقاءوا يتساءلوا أولا تلتمية وواحدة التي نطعنا غير طبيعية يعني السيد لا يسرق فقط وإنما خبغي انتاقم من هذه الخطنة هذه وثانيا لماذا استعمل غير هذه الباليزة التي يفعل المعدات وعرف المكان لين كان يعني هذا مكان خدام هنا أو لك يعرف شخص خدام هنا قال لي لين كان هذه الباليزة لفعل المعدات لكلامونات الطرنفسات والمحل أما بخصوص بريثني فكانت مضربة ضربات على مستوى الكرش ومجروحة جرحة خفاف وفيها ضربة على مستوى الجبهة يعني البوليز نتفاجئ قالوا بريثني مضربة ضربة خفاف يعني مضربة ضربة بزاف ولكن مستوى 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 بوحشية يعني فرغ الانتقام كامل هذا المجرم في الجينة يعني واقلة يمكن جاء لودها بسبب الانتقام يعني منهم من القاتل المفترض لأنه ليس يكون هو القتل ولكن هذا شيء غير منطقي لأن بريثني قالوا دخلوا عليه مجوج يعني البوليز خاصة لدخلة شكل البوليز وأن صباب لهم يبقوا في مصرح الجريمة كيف تشاهد رجح البوليز في إطار البحث لداره المحيط المحل في انكين وذلك يوجد شخص مشابه فيهم كون كانوا تردوا على هذا المحل هنا يملكوا وحققوا معهم واستدعوهم الناس بأن كانوا غيبين نهار تأكدوا منهم البوليز سيعرضوا المكافأة مالية جدا مهمة على أي شخص يدلي معلومات تعاونهم في فك الجريمة البوليز قرروا يبدلوا المصار البحث لهم وقالوا لماذا لا نسولوا لهم هنا يكتشفوا المعلومات التي تكون مفيدة في فك الجريمة قبل وقوع الجريمة يومين هدى المديرة المحل دارت واحد الشيماع ما بين الدريات كاملة التي تعملوا في المحل بربعة بهم جوجل النهار وليل وشكراتهم على الخدمة والتفاني ومعرفة ومعرفة ما يقدم المحل وفي الاخير قلت لهم بأن الحواج تتسرق من الصبابات ومعرفة ومعرفة ما يشفرهم لهذا نطلب منكم في المناوبة سواء ديول النهار أو ديول الليل ووحدة تقلب الأخرى يعني ديول النهار ووحدة تقلب الأخرى ووحدة تقلب هنا الأمور كاملة جيدة ولكن دعونا أرجع بكم ساعة شهر قبل المديرة كان جريت على موضافة ولكن لا ترى هذا المحل الذي كان في الشارع وإنما الفرع تابع له في شارع آخر يعني هذا المحل ماركة عالمية ومعرفة وفرع في شارع آخر حصلت المديرة وموضافة تخوين لها صبابت وتخوينهم ويجري عليها حاولت هذه المديرة تطلبها بشدة الوسائل ولكن لم تسمح لها وقلت قرار نهائي ويجري عليها نفس هذه المديرة كانت تخوين الحويش وصحاباتها يعني المهم الرجوع الجريمة البوليس لم يجرد الطموبيل التي توفيت في المحل لم يجرد لم يجرد المحل من المحل من المحل التي تقلبها لها مركونة ومع أطار تعدم ومن ضمن أطار ومع أطار تعدم تعدم من المطابقة مع الدم تعجينة ولكن غير مطابقة مع هباتات يعني هذا الدلائل التي توصل لها البوليس كانت خيط مهم سوف يوصل لقاتي الأصلي أو المجرمين الأصليين التي ارتكبوا هذه الجريمة البوليس التي تقلبها هذا الدم التي تقلبها في الكاسكاة التي تقلبها في الطموبيل تعجينة مطابقة بريتني بريتني الفاتيات الأخرى يقلبها مضربة هنا البوليس أفهم الفيلم كامل لأن بريتني وعرفوها بأن خارجات من المحل وصاقة الطموبيل وحطاتها في هذه البلاسة وهي لقتلات جينا الرجوع من الخدمة أولا تعرفوا بأن بريتني هي هذه البنت التي طردتها مديرا في المدينة هي الفاتات المطروضة بسبب السرقة وهي كانت تشفر الحويج أصحابها هي تشفر الحويج التي جاءت خدمة في هذه الفرعة كانت هي سبب هذه السرقات التي كانت مديرا ميشيل اجتماع وطلبات من أي جوجة زميلات يقلبوا بعضياتهم في الخروج هنا نهارة الجريمة هذه بريتني قلبت جينة وقلبت بريتني وقلبت وقلبت سروال سولت عن السروال ما يمكنك عددك هنا في السروال وقلت لها وقلبت تقيقاتها خرجوا وقلبوا المحل ومشاة للمترو وقلبوا في نهاية لم يكن لأني أفضل عن السروال وقلبوا يحضر وقلبوا وقلبوا المسيطة وقلبوا الوصول وقلبوا بريتني لتقيقاتكم وقلبوا 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 في أثناء بريتني وقلبوا وقلبوا المكالمة هنا عرفته بأنها عرفته سارقة هذا السروال ستبلغ لها و ستطردوها كما تطردوها المرة الأولى من هذا الفرع الذي في قنط آخر هنا جاءت عدل الطموبيل و قلت لها أنني نسيت الساك ديالي عافك لما تدخلي معي بحكم أنها لعدة السيروس هذه كان لنية الطاقة بها ما دخلوا للمحال ما ستشدت غفلها و ستزوحت الفيزة و ستضربها على الرأس ضربت على الرأس و قلت أي شيء جاءت قدامها تعطيها قلت تصلخ بها بحكمة ماء و بحكم أن هذه الكبارية تنصحها عليها و قوية و لا أخرى شوية يعني على قد الحال يعني تغيباتها من اللي ضربتها غيباتها مشات واحدة لباليز المعدات التي تستعملوا في مكلام مونايات و مطرقة و طرزن و في ذلك شيء و قلت تعطيها تعطيها تقتلاتها و جراتها من شهرات ذاتها جهت المخزن جهت فنك يديروا السطوك و قلت تطعن فيها 331 طعنة من اللي قلتها بعد الوحشية هذه لبسات واحدة سبرديلة اللي لم يعرفوش البوليز مين جابتها و قلت تدير في الأطراس الأطراس الزعماتين المجرم هو اللي خلال هذا و حيثت سبرديلة و لاحدة سماية و خرجت من تطعن الطعنة و في المجرم هو اللي قلت تجربة اللي قلت تجربة و حيثتها و هي غادية و تجربة تطعن، و تجربة طعنة و تجربة طعنة و حيثتها في الناس و كانت سابقنا كي تحضرها و الواقع دربة و تجربة طعنة و الضعمة في الكاسكيتة هي من الذين طلعت الطاو موبيل و اضعتها فين حطت الطاو موبيل التماتجية اخلت الكاسكرة تمنسية فيها و ارجعت ارجعت دخلات المحل دخلت اخذت واحد القنبة و دخلت المرحض و اربطت رأسها بيدها يعني كتعاونة بسنانة بحلمكة و اربطت رأسها و قبل ما اربطت رأسها ضربت رأسها بوحدة في واحد الفاز الزيت و ضربتها على جبهتها و اربطت رأسها بوحدها و قلست ما باش تموه البوليس و الناس و المسؤولين بأنها تهيه ضحية بحال جينا غير هي عد الزر مقتلوهاش و من اللي واجهوها البوليس و هذه الأدلة كاملة نكرت و جمعات طوات و لكن من اللي ضيقوا عليها بزاف و ضغطوا عليها و طوالت المدة عليها و عرفت رأسها صافية تكشف تكشف اعترفت بأنها هي اللي قتلت جينا و دارت الفيلم كامل و حتى الساعة لا تعرفت لماذا ضربات جينا بدأت ضربات كاملين 331 ضربة نرمال مكانها تقتلها قاع و لماذا تقتلها أصلا القاتلة غير سروال يعني هي مليد خونة السروال لا تعرفت جينا ستقلب لها المهم حكمات عليها المحكامة بالسجن المؤبد مع عدم إمكانية الإفراج عليها مستقبلا وبهذا تكون القصة ديالنا لليوم سالت والسلام عليكم و رحمة الله و بركاته